أقدمت عصابة بشار الأسد مدعومة بنظام ملالي طهران هؤلاء هم أعضاء هيئة القانونيين السوريين الجهة التي أصدرت مذكرة قانونية طالبت بتصنيف ميليشيات الحرس الجمهوري الفرقة الرابعة إدارات المخابرات التابعة للنظام وجميع فروعها كمنظمات إرهابية على غرار ما حصل مع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مؤخرا عن غير عبث كتب هؤلاء الحقوقيون مذكرتهم وفق المعايير الأمريكية تنطبق على هذه الجهات بما فيها الأمن العسكري وأمن الدولة مكتب الأمن القومي وإدارة الحرب الكيميائية وتطول القائمة تنطبق عليها المعايير المعتمدة لوضعها على قائمة الإرهاب بعد كل ما ارتكبته من جرائم وإبادة جماعية بحق الشعب السوري في المذكرة نفسها التي أصدرتها الهيئة بنود تتحدث عن ممارسات هذه الأجهزة وكأنها دولة داخل الدولة هي لا تقيم أي اعتبار للقانون والسيادته كما أنها ترتكب جرائمها بإشراف ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله ذهبت المذكرة أكثر في ذكر أسماء ضباط بعينهم من رؤوس وقيادات هذه التنظيمات الإرهابية اللواء طلال مخلوف العميد مالك عليا العميد ميلاد جديد وغيرهم كثر تصنيف الميليشيات الكردية كمنظمة إرهابية لم يغب عن مذكرة هيئة الحقوقيين السوريين الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات بي اي دي وبي كي كي وميليشيا قسد بحق السوريين من تطهير عرقي إبادة جماعية تهجير قسري وتغيير ديموغرافي ممارسات لا تقل بشاعة عما تقوم به أجهزة النظام التي بات مجرد وجودها خطرا حقيقيا على أمن المنطقة